قال رئيس اللجنة الإشرافية الحكومية المكلفة بالتفاوض في ملف الأسرى مع ميليشي الحوث الإرهابية هادي هيج إن تعنت الحوث ضد السياسي محمد قحطان فاقت توقعات أوضح هيج في تغريدة على تويتر أن الميليشية لم تسمح لأسرة السياسي قحطان بزيارة طوال سنوات تغييبه قسرا في سجونها وأكد هيج أن الجانب الحكومي لن يقبل بنتائج أي مشاورات أو مفاوضات قبل أن يكون السياسي قحطان حرا طليقا ويأتي تصريح هيج قبيل يومين من جولة مشاورات جديدة بين الحكومة والميليشي الحوثية في العاصمة الأردنية عمان ستبدأ الجمعة بالتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي وفقا لما ذكره رئيس الوفد الحكومي المفاوض يحيى كزمان ترجمة نانسي قنقر